السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والشواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي عمت الله السلام عليكم عليكم السلامة الله تفضلي السؤال الأول السؤال عن صلاة الناس أنا أصلي النوافل الصباح أحب أن أتنفع الصلاة وهي قتال إذا أنام بساعة ثمانية تسعة وأقوم أصلي أربع رقعة وهب لي وردة من القرآن وأرجع أصلي الضحى عشر رقعة قبل الظهر بنصف ساعة أصلي ثمن رقعة هل جائز هذا أم فيه شبه أو شيء؟ طيب السؤال الثاني ما حدود يعني هل يجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف كفية أم لازم تغطيها؟ ما يجوز أنها تكشفها إن شاء الله سؤال الثالث لدي شيء يعني قراء جنيه أصغر أصغر حجم هي ضغطة على شحمة الأذن كيف أتوي مع الوضوح هل أمسح عليها؟ يعني فيه صعوبة أني أخلحها كلما أتوضى أخلحها إن شاء الله شكراً مرحبا أختي فضل لي أمريم السلام عليكم عليكم السلام يا أخي أنا معي مصروف زوجي أعطيني مصروف أنا حق بناتي يعني حق البيت ومصروف وحق الإيجار وحق البيت وحق الخراب كل شيء لكن أنا أمني مريضة وأطيعها كل شهر هل يجوز هذا؟ طيب ندون علم يعني الميت إن شاء الله إني مريضة عبان إن شاء الله أبشري واضح إن شاء الله الثالث ثاني يا شيخ أنا أنا أني كانت كل شهر بسيئني العادة بس الشهر ما جاءتني نوع ثاني يعني كده زي أصفر بزة وصح كده وأنا بصلي ما أدري هي قال صلاة أم لا ما جاءت جاءت في موعدها؟ موعدها أيها لكن ما هي دم يعني زي موعدها جاءت موعدها بس عين وثاني ما أدري كده طيب يا مريضة أيها السؤال الثالث الشيخ قد يقولون أن الحمام حنات الجهنة قالوا أنه النبي حمام ما هذا صحيح أم لا إيش إيش؟ الحمام قالوا هذا النبي حمام ما فهمت عليك إيش أعيد السؤال؟ الحمام 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 أيوة أيوة قالوا الحنات قالوا من الرسول عليه السلام هذا الصحيح سماها الرسول؟ النبي النبي قالوا حنا رجليهم النبي صلى الله حم حم رجلين الحمام حنا أيوة ما بريد يسمع تقولوا كده طيب هذا يساعدني سؤال قالوا تشغير لما الحرمة تقطع تشغير قالوا ما يقل الصلاة 40 يوم صحيح طيب أهلا وسهلا أبو مروان أعفون أبو مروان تفضل عليكم السلام ورحمة الله بركاته شكرا لك على هذا برنامج الذي علمنا ما كنا نجله أحياك الله يا أبو مروان سؤال أول أنا أصلي بعد عشاء أربع رقعات قيام الليل نعم وقبل الفجر أصلي سبع رقعات سأل هذا صحيح طيب أخي توفى وترك منزل وقام أخي الأصغر بصيانة في المنزل فهل تخصم مبلغ الصيانة من الوطة وعنده عنده أولاد ولا ما عنده ولا أنتم الورثة إخوانه لا ما عنده عنده أخوين وأخوتين وذور أخوات نعم إن شاء الله هل هناك مد معين لختم القرآن إن شاء الله هل الختمة في المسجد أو في البيت أحسن إن شاء الله بارك الله فيك وشكرا لك حياك الله يا بمران تفضلي يا ريم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أحمد الله عندي سؤال واحد تفضلي ما أفضل أتصدق بالمال أو بالماء إن شاء الله يا ريم مرحب طيب أكتفي بهذا القدر الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تسأل تقول أنا أحب صلاة النافلة ولذلك في الصباح يعني تقريبا أصلي ثمان ركعات ثم بعد ذلك أصلي أربع ركعات يعني الضحى أو تقول أصلي عشر ركعات أيضا وبعدين أصلي ثمان ركعات قبل صلاة الظهر بنصف ساعة أختي أمة الله بارك الله فيك وتقبل الله منك أزادك الله حرصا لا شك بأن الحرص على صلاة النافلة من الأمور الطيبة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما وجد وقتا في غير أوقات أنه كان يصلي وهكذا الصحابة الكرام بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يتنفل على الدابة و الصحابة الكرام كانوا أيضا يحرصون على صلاة النوافل المطلقة والمقيدة أيضا حرصا شديدا و بالنسبة للحرص على النوافل لا شك بأن له فوائد كثيرة و بركات عديدة على الفريضة و على المصلي و لذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا فقال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة و معلوم بأن الوقت الذي تصلين فيه من الأوقات التي يشرع الصلاة صلاة النافلة فيها فبالنسبة لأوقات النهي هي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس و من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح يعني تقريبا بعد طلوع الشمس بربع ساعة تبدأين تصلي فتصلي مثلا ثم ركعات مثلا عفوا تصلي أربع ركعات الضحى ثم الساعة الثامنة تصلي أربع ركعات الضحى الساعة الثامنة ثم تصلي عشر ركعات مثلا بعد ذلك ثم تصلي قبل الظهر ثم الركعات هذا عمل صالح و طيب بارك الله فيك لكن تنبهي أختي الفاضلة قبل أذان الظهر بربع ساعة بأكثر بقليل تتوقفين عن عن الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوقات النهي الخمسة و ثلاثة منها وقت النهي شديد و منها حين تقوم الشمس حين يقوم قائمة الظهيرة و هي تكون الشمس في كبد السماء فهذا الوقت يبدأ النهي يقترب ولذلك تتوقفين عن الصلاة قبل يعني أذان الظهر بربع ساعة تقريبا عموما أختي الفاضلة استمر على هذا العمل و هذا عمل صالح و نعمة من نعم الله و إذا فتح الله عز و جل على عبده أو أمته بابا من أبواب الخير فليلزمه إلزمي هذا الباب إلزمي هذا الباب كذلك بين الأذان و الإقامة بالنسبة للظهر بعد الظهر إلى أذان العصر هذا كله وقت و للأحم بين المغرب و العشاء طبعا بعد العشاء إلى الفجر هذا كله أيضا زمان لصلاة النوافل المطلقة أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل المرأة تكشف كفيها في الصلاة أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا صلت فإنه يجب عليها أن تستر سائر بدنها إلا وجهها إلا وجهها وهذا محل إجمع تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا وجد محائم وجد رجال أجانب تغطي وجهها إذا كان مثلا في مكان فيه رجال أجانب لها أن تغطي وجهها إن كانت ممن ترى تغطيت الوجه وأما الكفين فلا يغطيان في قول جماهير أهل العلم هذا هو الراجح جماهير أهل العلم على أن المرأة تكشف كفيها كفيها فقط يعني منطقة الكفين معروف ولو غطت كفيها في الصلاة لا صلاة صحيحة ولله الحمد واختلف العلماء في القدمين والراجح أنها تغطي قدميها أيضا بجوارب مثلا أو بثوب طويل أو بملاءة أو ما يسمى بثوب الصلاة تغطيها في الصلاة أما الوجه والكفين فتكشفهما في الصلاة أمت الله من السعودية تقول أنا ألبس قرط في الأذن وهذا القرط يعني ضاغط على شحمة الأذن فمن الصعوبة أنني أثناء مسح الأذنين أنني يعني يدخل الماء إلى المنطقة هذه فما الحكم أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للأذنان من الرأس ويمسحان يمسحان في الوضوء وبالنسبة للمرأة إذا كان هناك قرط مثلا على في شحمة أذنها فإنها تمسح ظاهر هذا القرط إن لم تستطع تحريكه فإذا كان ملتصقا على على شحمة الأذن ولا تستطيع أن تحركه مثل ما يحرك الخاتب في الأصبع مثلا ما تستطيع تحريكه فتمسح ظاهره ولا شيء عليها في ذلك ولله الحمد والمنه أم مريم أو عفوا أمريم من السعودية تقول زوجها يعطيها مصروف تقول يعني لها ولبناتها وللإيجار وكذا تقول إلا أن والدتي مريضة وأبعث لها كل شهر ما حكم ذلك أختي أم مريم عفوا أختي أمريم بارك الله فيك بالنسبة لزوجك بالنسبة لزوجك وثقة وثقة فيك وأعطاكي مبلغا ماليا تسددين منه الأجار فواتير الهاتف مصروف البيت على البنات المطبخ الأشياء من هذا القبيل ولا يجوز لك أن تتصرف بمال زوجك إلا بإذنه حتى ولو زاد هذا المبلغ فإنك تردينه في البيت ولا يجوز لك أن ترسلي لوالدتك أو لوالدك أو لأخيك أو لأختك إلا بعد استئذان الزوج فإذا استئذنت الزوج وأدن لك نعم لا بس إذا استئذنت الزوج وأدن لك لا بس وهناك حالة يجوز لك أن تبعث لي والدتك من دون استئذان الزوج وهو ما يخصك أنت فمثلا زوجك قال لك يا أمريم هذه ألف ريال مثلا ميتين ريال لك وميتين ريال للبنات والباقي الأجار وفاتورة التلفون والكهرب مثلا أنا أظر المثال الميتين اللي لك أنت حابة أنك ما تشترين فيها شيء لك وترسلينها لوالدتك نعم يجوز في مثل هذه الحالة أمريم تقول يعني العادة الشهرية تأتيني دائما بانتظام إلا هذا الشهر تقول نزلت علي يعني نزل علي غير لون الدم وإنما هي أوساخ تقول ملحكم أختي أمريم بارك الله فيك بالنسبة للحيض في اللغة والشرع هو السيلان السيلان ولذلك الحيض لا يسمى حيضا إلا إذا خرج الدم سائلا كثيرا سائلا كثيرا أما نقطة الدم أو النقطتين هذه لا تسمى حيض لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولذلك الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة في أوقات معلومة وهو دم جبلة وطبيعة ولكنه ينزل سائلا وبالنسبة لما ينزل من الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات أو الأوساخ في وقت الدورة هذه ليست بشيء هذه تعتبر تخرج على أنها في حكم الاستحاضة ولذلك المرأة تتوضى لكل صلاة وبالنسبة للكدرة والصفرة إذا نزلت قبل الدورة فالمرأة تنظر فإذا كانت مصحوبة بآلام أو جاع الدورة المعروفة عند النساء ثم اتصلت بالدورة نزلت الدورة فإنها من الدورة فالراجح من قول أهل العلم وأما إذا كانت ليست مصحوبة بآلام أو جاع الدورة وهكذا نزلت عندها فهذه ليست بشيء بارك الله أمريم من السعودية تسأل هل صحيح ما يقوله الناس من أن الحمام هذا طيور الحمام النبي عليه الصلاة والسلام حن رجليها أختي أمريم بارك الله فيك هذه من القصص المكذوبة ومن الخرافات المصطنعة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحني رجلي الحمام ولا حن رجل آدم عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يحني الحمام ولذلك هذه من القصص المكذوبة وأيضا من الأمور التي يعني هي تصدر من بيئة جاهلة أو من بيئة موبوءة بالبدع موبوءة بالخرافات موبوءة بالهرطقيات فتترك هذه تترك ولا ولا ينشغل الإنسان واجب على الإنسان أن ينشغل فيما يرفعه عند الله وفيما ينفعه عند الله وينشغل بتعلم العبادات والطعات ويكنس هذه الخيالات والهرطقيات والقصص المكذوبة والموضوعة ولا يلتبت إليه ولا يلتبت إليه ولا يشغل باله بها وإنما يشغل باله بتصحيح الإسلام وتقوية الإيمان وتعلم أحكام العبادات الشرعية أمريم من السعودية تقول سمعت أن المرأة إذا شقرت حواجبها ما تقبل منها الصلاة أربعين يوما أختي أمريم بارك الله وفيك هذا غير صحيح فالمرأة لو أنها شقرت حواجبها أو نمصت حواجبها أو فلجت أسنانها أو وصلت شعرها وصلت فإن صلاتها مقبولة ولا علاقة لها بالنمص ولا بالتشقير ولا بالفلج ولا بالوصل هذه جهات منفكة ده أحكامها المستقلة فالمرأة إذا صلت وآتت بشروط الصلاة المعروفة المعلومة واستكملت هذه العبادة فإن صلاتها بإذن الله تعالى مقبول الذي لا تقبل صلاته أربعين يوما هذا الذي يمارس السحر والعياذ بالله عفواً الذي يتردد على السحر والكهان ويسألهم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أتى ساحراً أو كاهناً أو أرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً والمعنى لم تقبل له أجر صلاة وليس الصلاة الصلاة يسقط الفرض لكن أجر الصلاة ما يقبل ولا لا يجوز له أن يترك الصلاة الواجب عليه أن يصلي الواجب عليه أن يصلي لكن ليس له أجر لأنه ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله فسأله أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو مروان من ليبيا بارك الله فيه يقول أنا أصلي بعد صلاة العيشة أربع ركعات وقبل الفجر سبع ركعات يقول ما حكم فعلي يا أبا مروان من ليبيا بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي عنك هذا عمل صالح وطيب وهذا فيه اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود بأن يجوز للإنسان أن يقسم صلاته على الليل قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العيشة ركعتين وهذه سنة العيشة وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات أيضا بعد العيشة غير ركعتي السنة الراتبة غير ركعتي السنة الراتبة فبعض العلماء قال هذه من قيام الليل وكان يصلي في آخر الليل إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم فأنت فيما ظهر لي من سؤالك تصلي إحدى عشرة ركعة تقسمها على الليل تسليمتين في أول الليل أربع ركعات و خمس أو أربع أربع تسليمات في أو نعم أربع تسليمات في آخر الليل أو خمس تسليمات يعني يكون مع الوتر طبعا تكون إحدى عشرة ركعة بارك الله فيك ركعتين تسليمتين ثم تصلي ركعتين ركعتين و ركعتين هذه ثلاث تسليمات إذن أربع تسليمات في آخر الليل أربع تسليمات مع ما تقدم تكون إحدى عشرة ركعة طبعا بالوتر فهذا عمل صالح وطيب ولا بأس به بارك الله فيك وكتب أجرك أبو مروان من ليبيا يقول توفي يا أخي وترك منزلا قام أخي الأصغر بعمل صيانة لهذا المنزل هل تخصم هذه من التركة يا أبا مروان من ليبيا رحم الله أخاك وغفر الله له وعظم الله أجرك وأحسن عزائك بالنسبة لما قام به الأخ من عمل صيانة ينظر فإذا نوى أن يعود على التركة بالتعويض فله ذلك وهذا بينه وبين الله عز وجل فإذا قال أنا صنعت هذا وأحسبه من التركة هذا له يجب على الجميع أن يوافقه وأن يعطيه حقه بالخصم من الجميع يعني كأن الجميع اشتركوا في صيانة هذا البيت أما إذا قال لا هذا تبرع مني وهو قام فعمل الصيانة تبرعا منه فلا يستحق شيئا من التركة عموما اجتمعوا ولا تفترقوا وتلفوا ولا تختلفوا فرأس مال الإنسان في العلاقات الاجتماعية صلة الرحم هذا رأس مال الإنسان ولذلك الإنسان يحرص على أن يقوي صلة الرحم وأن لا يسمح لأي أمر دنيوي أن يضعف صلة الرحم فضلا عن أن يقضي عليه بارك الله فيك عمر سلام عليكم عليكم السلام محمد الله سيخنا في عندي مبلغ بسيط أنا أحبت أسوي وقف يعني نعم لكن مش عارف شو أسوي فيه يعني بطران وقت شو أسوي فيه يعني وقت كيف يكون يعني شعالي عمر سلام عليكم أهلا وسهلا أرض ليا سارة سارة من ليبيا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بركاته شيف حالكم يا سيخ أهلا وسهلا عندي أربعة عندي خمس أسئلة تفضل يا سارة هل يوجد يا سيخ فرق ما بين المسلم والمؤمن طيب الثاني فمحت حديث يقول إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ولياذ بالله واستشهد من قال الحديث في قصة الرجل الذي كان يقاسل في المعركة مع الرسول ثم قتل نفسه ما معنى يا سيخي هذا الحديث وكيف ننجو من هذا الوعيد بدعاء أو أي شيء يا سيخي ينجينا من أمثال هؤلاء إن شاء الله وقال الثالث كنت سألتك عن الصبحة وخبرتني بأنها فرقها الأولى ولكن يا سيخي أنا متعودة عليها في وقت في الذكر المطلق خاصة يا سيخي عند النوم أذكر الله بها إلى أن أنام إذا تركتها أذكر الله قليلا ثم أسهو يا سيخي ولا أذكر الله هل عليه شيء رغم أني لا أعتقد شيء في المسبحة ولا أرأي بها أمامنا إن شاء الله السؤال الرابع يا سيخي مرة كنت في العمل ونسيت الظهر وعندما ذهبت للبيت كبرت لصلاة العصر ثم خطرة في ذالي أني ما صليت الظهر في العمل قالت ثمية من العصر للظهر وأنا في الصلاة هل يجب هذا؟ والسؤال الخامس مرة أخرى يا سيخي كنت أصلي في المدرسة ثم سمعت زرس الحصر وكنت أصلي السنة قبل الظهر بعدما سمعت الظهر قالت ثمية من السنة إلى الظهر لكي أستطيع أن أثر على وقت الحصر هل يجب هذا العمل يا سيخي؟ طيب يا سارة مبارك الله فيكم أهلا وسهلا حياكم الله تفضلي عبد الله سلام عليكم عليكم السلام احمد الله نعم عندي ثلاث أسئلة فقط في بعض الأئمة عندما يشلمون يقولون السلام عليكم ورحمة الله يبدون الألف واللام فما حقم الصلاة سلام عليكم سلام عليكم من دون ما يقول السلام عليكم سلام عليكم فقط ورحمة الله والسؤال الثاني إذا الإمام بدأ في التسليم هل يجب أن أصل معه الصلاة؟ بدأ بالتسليم وأنت جاي متأخر إي نعم طيب والسؤال الثالث حكم مثل المصحف على غير وضوء وهل الغلاف داخل في المصحف أم فقط اللي هي الأوراق طيب يا عبد الله شكرا شكرا عفوا تفضلي عبد الله أندونوسيا سلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا نسي ألدي سؤال فقط يا شيخ تفضلي لدي أخ كان عنده مال فأخبرني أنه يريد أن يتاجر به كان لدي صديق آخر تاجر في شيء فدليت على هذا الأخ فالحمد الله دخلنا بماله ومالي أيضا في هذا التجارة وبعد فترة يعني الأخ هذا التاجر أنتصب يعني نصب عليه نصب يعني أخذ الأموال ذهبت نعم الآن الأخ الذي أعطاني الفلوس يطالبني أنا بالمال فقال لدي فتوى ولدي قلت يا أخي إذا لديك فتوى أنا سأسأل الشيخ وأنظر ماذا سيقول إن شاء الله طيب عبد الله أخوك هذا شقيق والأخ صديق يعني ولا صديق صديق طيب بالنسبة للتاجر وهذا تجارته ليس فيها مغامرة وليس فيها مور طبيعية مور طبيعية في العود البخور في البخور هو سلمك المبلغ أو ذهب إليه وسلمه المبلغ اجتمعنا أنا وهو مع بعض مع التاجر وكان يسلمه لكن عن طريقه وهو اشترط التجارة يعني في نوع معين أو قال له خلاص هذه التجارة تجارة العود في العود نحن نتجمع في العود ولكن الحمد لله يعني جاء نتصر علينا في هذا العود وراح الأمواء المال كامل نعم والأخ هذا كان حريص وكذا ما عنده غفلة ولا عنده مثلا تساهل ولا تفريط والله هو يعني كانوا يثيقته بناس وهؤلاء الناس انتصب عليهم بعد نعم ناس يعني أهل المساجد وأهل علم لكن انتصب عليها هؤلاء أيضا طيب يا عبدالله تسمع الجواب بحول الله جزاك الله خير مرحب ومسهلا طيب لخ أبو مروان من ليبيا بارك الله في يسأل يقول هناك مدة معين لختم القرآن أخي الفاضل أبو مروان بالنسبة للقرآن لا يختم بأقل من ثلاثة أيام لمن كان حريصا على ختم القرآن يعني لأن من الناس من لديه قدرة ولديه رغبة جامحة في قضية الختم القرآن فلا يختم بأقل من ثلاثة وأفضل أن يختم في سبعة أيام في سبعة أيام وطبعا المسلم لا ينبغي له أن يهجر القرآن أكثر من شهر مثلا يعني هذا من حيث الاعتدال لكن ما يختم القرآن بأقل استثنى العلماء يا أبا مروان الأوقات الفاضلة الشريفة أو الأماكن الفاضلة الشريفة مثلا قالوا في رمضان في رمضان لو ختم الشخص كل يوم كل يومين قالوا حسن طيب لماذا قالوا لأن المطروف في رمضان الاكثار من العمل الاكثار من العمل ورمضان أيامه معدودات ولذلك يفوت وهذا يؤخذ من طريقة العلماء والسلاف والصحابة عثمان ختم القرآن في ليلى تميم الدار ختم القرآن في ليلى كان يشتهدون وذكروا عن بعض الأئمة أنه كان أيضا له ختمات عجيبة فقالوا هذا خاص بالأزمان الشريفة والذلك يقرؤون بترسل يعني من دون مثلا يقرؤون ويختمون كذلك مثلا لو مثلا العشر ذي الحجة وهي مقبلة إن شاء الله وفقنا الله لاغتنامها أيضا ممكن أنه يختم كذلك لما يذهب إلى مكة في عمر أو حج يحرص على أن يكثروا الختمات قد ذكر جمع من أهل التعقيق هذا الاستثناء من عموم النهي عن القراءة بأقل من ثلاثة أيام بارك الله فيك أبو مروان من ليبيا يسأل يقول الختمة ما هو الأفضل تكون في البيت أم في المسجد أخي أبو مروان بارك الله فيك ليس لمكان الختمة أفضلية وإنما الأفضل هو أن يختم القرآن أن يختم الإنسان القرآن سواء في البيت أو في المسجد أو هو مسافر مثلا أو هو في الطائرة في القطار في الباخرة في السيارة ما في مكان يعني جاء النص بأفضلية الختمة فيه ولذلك قراءة القرآن هي المقصود هي المقصود فمتى ما تيسر لك أن تختم القرآن في أي مكان فهذا هو المطلوب شرعا ريم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما هو الأفضل أن تصدق بالمال أو بالماء يا ريم بارك الله فيك هذا راجع إلى حاجة الفقير أو المسكين إلى حاجة الفقير أو المسكين فأحيانا قد تكون الصدقة بالمال بسبب حاجة الفقراء أو المساكين أو أهل بلدة معينة أصابها جفاف مثلا أو قحط مثلا أو جدب وما عندهم ماء هذا يكون تكون الصدقة بالمال بهذا الاعتبار أفضل وأحيانا قد يكون هناك فقير يحتاج إلى المال لشراء الطعام يحتاج إلى المال لشراء الضروريات تكون الصدقة بالمال أفضل بهذا الاعتبار لأنه قد يقول قائل طيب هؤلاء الذين بحاجة إلى الماء مثلا أعطهم نقود يشترون ماء قد لا يتحصل لهم ذلك يحتاجون إلى جهة تقوم على شراء المكائن جهة تقوم على استخراج الماء مثلا وفيها جهود كثيرة فتكون الصدقة بالماء بهذا الاعتبار أفضل سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول ما هو الفرق عفوا عمر عمر بن أبوظبي قبل سارة يسأل يقول عندي مبلغ بسيط أحاب أني أسوي فيه وقف ماذا أفعل عمر بارك الله فيك وتقبل الله منك وتمم الله لك الوقف لأن الوقف من أفضل القربات ومن أفضل الصداقات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية هذا الوقف أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالوقف هذا من أفضل الصداقات والصحابة رضي الله عنهم لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقف ما بقي الصحابة عند قدر إلا وقف حتى عد بعض العلماء ثمانين ثمانين من الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحثوا على الوقف ذهبوا وقفوا أولهم عمر رضي الله عنه أوقف أسهمه الذي في خيبر وأما عثمان فحدث ولا حرج و أغلب الصحابة اللي عندهم قدرة أوقف و الوقف يا أخي الفاضل أنت تقول عندي مال يعني بسيط هذا المال البسيط ممكن أن توقفه فيه و هذه حقيقة يعني من خلال سؤال الأخ عمر أوجه رسالة إلى كل من يشاهد لبعض الناس الآن يعتقد الوقف فقط بناء المسجد يقول ما عندي قدرة على بناء المسجد لا يا أخي الفاضل صحيح بناء المسجد من أعظم الأوقاف هناك يعني ولله الحمد تنوع الآن في مسائل الوقف و الجهات القائمة على الوقف مثلا عندها ولله الحمد مجالات كثيرة يستطيع كل إنسان أن يوقف يستطيع كل إنسان أن يوقف هناك وقف المصاحف هناك وقف طالب العلم هناك وقف المساجد يعني تشترك في بناء مسجد ما تبني أنت لكن أنت جزء من مجموعة يشتركون في بناء مسجد هناك الوقف الطبي يعني فيه أوقاف طبية كثير من الناس يغفل عنها يعني مثال الآن في بعض المرضى ما عنده القدرة على شراء العلاج فأنت توقف مبلغ هذا المبلغ لشراء الأدوية والعلاج عندك الأطراف الصناعية مثلا يعني الآن يوجد من الناس عندها إعاقة هذا الشخص لو قدر الله عز وجل من يهيئ له طرف صناعي يمكن هذا ينطلق في الحياة ويصبح يعني يكتسب ويحترف ويمتهن المهان وتعينه على الحياة الأسرة الطبية أو الكراسي المتحركة هذه يعني في بعض الناس ما عنده قدرة على شرائه فأنت لما توفر هذا الشيء وتسلمه الجهة جهة الوقف عندهم هم ما شاء الله مبارك عندهم ملفات عندهم خبرة في حاجة الناس فلذلك يا أخوي عمر أنا ما استطعت أني أسألك لأن هذا خصوصية بالنسبة لك كم المبلغ اللي عندك فأنا أقترح عليك اقتراح أنك يعني تزور الجهة جهة الوقف وتسألهم في أسهم وقفية يا أخوي عمر أسهم وقفية تشارك بسهم وقف وهذا يبقى لك إلى أي شاء الله عز وجل فلذلك أخي الفاضل أنت قدامك خطوة تزور الجهة اللي مشرفة على الأوقاف وتقولهم عطوني شي اللي عندكم وبعدين تقولهم والله أنا عندي المبلغ الفلاني أريد أن أقف ممكن يقولون لك والله طباعة مصاحب ممكن يقولون لك أدخل في أسهم وقفية ممكن يقولون لك والله عندنا الأشياء الطبية هذه نحن مثلا يوقفون مثلا أدوية تساعد فيها مرضى مساكيين ترفع آلام عن ناس يتألمون بسبب الأمراض توقف شيء مثلا طالب علم يعني شخص الآن توقف لطالب علم يدخل كلية الشريعة يمكن هذا يتخرج قاضي أو يتخرج إمام أو يتخرج مؤذن أو يتخرج داعي إلى الله عز وجل كم لك من الأجر اللي أنت سببت في هذا الإنسان سببت تخرج من كلية الشريعة أو مثلا كلية شرعية وراح بلده مثلا وبلده يحتاج مثلا هذا الشخص يحتاجون إليه فصار إمام مسجد خطيب قاضي مثلا إنسان مثلا يفتن ناس مثلا ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد فأجزاك الله خير يا عمر وأنت سببت أني أنا أتوسع حتى إخواني و أخواتي اللي يشاهدوني يمكن يخفع عليهم مثلا هذا الأمر ويتحركون الحمد لله الدولة هنا بذات فيها ولله الحمد جهات رسمية وعليها إشراف حكومي وقائمة بجهود طيبة جدا في هذا الميدان سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يوجد هناك فرق بين المؤمنين المسلم و المؤمن سارة بارك الله فيك بالنسبة للفرق بين المسلم و المؤمن محل خلاف بين أهل العلم و هناك مدرستان في تعريف المسلم و المؤمن أو الفرق بين الإسلام و الإيمان المدرسة الأولى يقول لا فرق لا فرق بين الإسلام و الإيمان ولا بين المؤمن و المسلم فالمؤمن هو المسلم و المسلم هو المؤمن و الإسلام هو الإيمان و الإيمان هو الإسلام وهذا عليه جمع من أهل العلم المدرسة الثانية يقول لا فيه فرق بين الإسلام والإيمان الفرق بين الإسلام والإيمان فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبي وهم اختلفوا أيضا اختلفوا في مفردة الإسلام إذا جاءت من غير ذكر الإيمان وفي مفردة الإيمان إذا جاءت من غير ذكر الإسلام هل يكون المعنى مثلا الإيمان الأعمال القلبية فقط وهل الإسلام إذا ذكر لوحدي من دون الإيمان يكون الأعمال الظاهرة فقط هذه اختلفوا فيها فبعضهم يقول نعم والراجح أنهما إذا اجتمعا افترق وإذا افترقا اجتمعا ما معنى هذا الكلام معنى إذا جاءت مفردة الإيمان فقط دخل فيها الإسلام فتشمل الأعمال الظاهرة والأعمال القلبي إذا جاءت مفردة الإيمان لوحدها فيدخل فيها الإسلام فتشمل الأعمال الظاهرة والأعمال القلبية وكذلك الإسلام إذا اجتمعا إذا اجتمعا في سياق واحد لا افترقا يكون معنى الإسلام الأعمال القلبية و معنى الإيمان الأعمال عفوا معنى الإسلام الأعمال الظاهرة و الإيمان الأعمال القلبي واضح هذا الذي ذكره أهل العلم سارة تسأل عن حديث و إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه و بينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله تقول يعني ذكروا قصة الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم و قاتل نفسه تقول يعني هذا الحديث كيف يعني ننجو من هذا الأمر سارة من ليبيا بارك الله فيك نعم صح عن النبي عليه الصلاة و السلام من حديث عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجل و شقي أو سعيد ثم قال النبي عليه الصلاة و السلام فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخله و إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا حديث صحيح و هذا حديث حقيقي يقف له الشعر و يقشعر له البدن و يرتجف له الفؤاد حديث عظيم و خطير ذلك أن الأعمال بالخواتب فقد صحى عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال إنما الأعمال بالخواتب و قال عليه الصلاة و السلام يبعث المرء على ما مات عليه يبعث المرء على ما مات عليه و لذلك كان السلف الصالح من الصحابة و التابعين كان يقلقهم هذا الأمر فبعضهم ينظر إلى السوابق و بعضهم ينظر إلى النهايات يقولون بماذا يختم لنا و بعضهم يقول ماذا قدر لنا فكان يعيشون هذا الهاجس الذي أنت تعيشينه من خلال سؤالك لكن جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة و السلام قال و إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لأنه ما يعلمون الغيب و إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس و الحوادث في قضية المآلات و هذه كثيرة جدا فمثلا القصة التي ذكرتها رجل في أحد المعارك مع النبي عليه الصلاة و السلام اسمه قزمان الظفري قزمان الظفري ما كان يترك شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها من المشركين فكان الصحابة قد أعجبوا به يقولوا ما قاتل أحد مثلا ما قاتل فلان فقال النفسهم هو في النار الصحابة ارتجوا يعني كيف في النار فذهب رجل وجده فيه جراحات ووضع ذباب سيفه على صدره فاتكى عليه فقتل نفسه فعلم الصحابة بأن النفسلم بيّن حاله أنه ما خرج أصل النصر للإسلام وليس غير على دين الله هكذا الرجل ولذلك كانت هذه نهايته في المقابل هناك أشخاص يكون طوال حياتهم على الكفر والإشراك ثم يختم لهم بخير فهذا أحد الصحابة خرج مع المشركين في غزوة بدر خرج معهم في غزوة بدر أوحد نسيت وأسلم سبحان الله قبل التحام الصفين فذهب وقاتل مع المسلمين فأخبر أنه بسلم الصحابة بأن هذا من أهل الجنة وما ركع لله ركع هذا ما بقي بينه بين النار إلا ذراع سبق عليه الكتاب طيب بالنسبة للإنسان أخت الفاضلة كيف ينجو من هذا الأمر النجاة من هذا الأمر تكون أولا بالإخلاص لله عز وجل والمتابع للنبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يخلص عمله لله ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيما شرع الله عز وجل أمر الثاني كثرة الدعاء بالثبات خاصة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الأمر الثالث الحرص على الطاعات والعبادات وأيضا على الاستمرار على النوافذ والتطوعات لأن هذه من المقويات للفرائض الأمر الرابع طلب العلم العلم ركيز أساس العلم عمود فقري أشهد شيء على الشيطان العلم ولذلك إنسان يطرب العلم خاصة العلم بحق الله عز وجل على العباد توحيد الله الإيمان به الإيمان بما أمر الله جل وعلا الإيمان به هذا أغلب المسلمين غافل عنها لا بد لا بد ولله الحمد ما أعرف زمان مثل زماننا الآن توفرت فيه سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة عبر هذه التقانات المسألة الأخرى الصحبة الصحبة لها دور قوي في ثبات الإنسان بإذن الله جل وعلا وذلك الإنسان يختار له الرفقة الصالحة الطيبة لتعين على طاعة الله وتعين على أن يثبت على هذا الطريق طريق الإيمان والإسلام وهذه أهم أهم الأسباب وإلا الأسباب كثيرة وأسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات سارة تقول يعني أنا سألتك فيما سبق عن السبحة وقلت لي بأن تركها أو لا تقول أنا متعود عليه خاصة عند النوم لأن إذا ما يعني سبحت تسبيح المطلق عن طريق السبحة تقول أنسى وأغفل ربما يعني يذهب عني كذا ما حكم ذلك أختي تقول هي تقول سارة تقول أنا لست يعني أنا مقتنعة ولست يعني استعمل البدع أو شيء يا سارة بارك الله فيك بالنسبة للسبحة الأمر فيها يعني ليس بذاك الصعب ولذلك أنا ذكرت بأن من كان عنده ذكر مقيد وهذا الذكر المقيد ما يستطيع ضبطه إلا بعد مثلا سواء ألكتروني السبحة الألكترونية أو كذا قلت الأمر في هذا واسع وأما التسبيح المطلق والذكر المطلق فيتجنب الإنسان لأنه ليس بحاجة إلى أن يعد مثلا يكفي عقد الأصابع واللهج بالذكر الله عز وجل هو الذي يحصي قال تعالى أحصاه الله ونسوه فأنت لا تخافين يا أختي الفاضلة من ذهاب إلا يعني يفوت عليك الأجر أو ما أحد يحصي لك لا ملائكة تعد لك هذا الشيء فاجتني بهذا أفضل لكن لو رأيت بأن هذا يساعدكي مثلا واستعملتي أحيانا لا حرج لكن أنك تلتزمينه أنا لا أنصحك بهذا سارة من لي بتقول كنت في العمل ونسيت صلاة الظهر و لما كبرت لصلاة العصر تذكرت بأنني ما صليت الظهر فقلبت النية إلى الظهر أختي سارة بارك الله فيك نص أهل العلم على أن تحويل النية من معين إلى معين لا يصح هذا من الأمور التي لا تصح الصلاة معها فأنت بارك الله فيك نويت صلاة الظهر فتذكرت صلاة نويت صلاة العصر فتذكرت صلاة الظهر فقلبت النية صلاة غير صحيحة بارك الله فيك لماذا لأنك لأنك حولت النية من معين إلى معين و كان الواجب عليك أختي الفاضلة أنك تقلب النية إلى نافلة وأنت في صلاة العصر تقلبينها إلى نافلة ثم بعد ذلك تقومين فتصلينا الظهر أولا ثم العصر ثانيا لأن الترتيب واجب في الراجح من قولي أهل العلم إن لم تصححي هذا الخطأ سابقا يجب عليك الآن أن تقومي فتصلي الظهر أولا أربع ركعات ثم تصلي العصر ثانيا أربع ركعات لأن دمتك مشغولة بهاتين الصلاتين بهاتين الصلاتين فأنت لم تصلي لم تصلي صلاة صحيحية و إن صليت صلاة عملية فأنت في الواقع ما صليت الصلاة الشرعية بارك الله فيك سارة تقول أنا كنت في المدرسة و كنت أصلي صلاة السنة و سمعت جرس الحصة فقلبت السنة إلى فريضة حتى يعني أدرك صلاة الظهر ما حكم ذلك أختي سارة بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي النافلة و أراد أن يقلبها إلى فريضة فإن هذا لا يصح لا يصح أين النافلة من الفريضة أين النافلة من الفريضة و لذلك هذه النية باطلة التي نويتها و لذلك ما صليت الظهر بارك الله فيك و يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر أيضا لكن لو قلبت الفريضة إلى نافلة جائز إذا احتجت إلى ذلك و ليس لمجرد هكذا القلب مثلا لا إذا احتجت إلى أن تقلب الفريضة إلى نافلة يجوز لماذا لأن الفريضة أقوى أقوى من النافلة و أما النافلة تقلبين إلى فريضة فإن هذا لا يصح بارك الله فيك عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول بعض أئمة المساجد إذا سلم من الصرى يقول سلام عليكم و رحمة الله و بركاته يقول ما حكم هذه التسليم عبد الله بارك الله فيك هذه التسليم صحيحة و لله الحمد و المنه فبالنسبة للمصلي إذا أراد أن يخرج من الصلاة يقول السلام عليكم و رحمة الله و لو قال سلام عليكم و رحمة الله لا بس و ذلك لورود جملة هذه و ذلك لورود هذه الصيغة في كتاب الله عز وجل و أيضا لورودها في سنة النبي صلى الله عليه و سلم لكن الأفضل و الأكمل أن يلتزم الإنسان يعني التعريف بالسلام يعني يلتزم قول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لكن الصلاة صحيحة و لله الحمد و المنه عبد الله من السعودية يقول إذا دخلت المسجد متأخر و وجدت الإمام في التسليم أهل أدخل معه عبد الله بارك الله فيك هذا يختلف باختلاف الحال فإذا كنت أنت الوحيد أنت الوحيد و لم تجد أحدا أو تيقنت بأنه لن يأتي أحد أو غلب على ظنك نعم أدخل معه قبل أن يسلم التسليم الثاني لأن الراجح من قول أهل العلم أن التسليمتان ركم من أركان الصلاة و إذا دخلت قبل تسليمته الثانية فقد أدركت الفضل أدركت الفضل بارك الله فيك و لذلك من أهل العلم من يقول بأن الجماعة تدرك و لو بلحظة قبل تسليم الإمام و من أهل العلم من قال بأن أجر الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة و الركعة لا تدرك إلا بالركع عموما إذا تيقنت أو غلب على ظنك أو جرت العادة بأنه الوحيد أنت أدخل معه إذا تقول لا جرت العادة في هذا المسجد أن يأتون الناس لا تدخل مدام أنه سلم التسليم الأولى و انتظر جماعة ثانية تصلي معهم فإن الراجح من قول أهل العلم جواز الجماعة الثانية في المسجد لمن فاتته الأولى و تدرك الجماعة معهم بحول الله عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل عن حكم مس المصحف و هل الغلاف داخل فيه عبد الله بارك الله فيك ذهب جماهير أهل العلم إلى منع المحدث من مس المصحف و يشمل ذلك الغلاف و بقية الأوراق قالوا لأن يطلق عليه مصحف يطلق عليه قرآن فمنعوا من ذلك و لهم أدلة منها قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون و على تفسير من ذهب بأن الآية المقصود بها الملائكة و أن الضمير في يمسه اللوح المحفوظ قالوا القرآن أيضا من اللوح نزل من اللوح المحفوظ فهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة بصوت و حرف و هو كلام صفة من صفات منزل غير مخلوق و لذلك قالوا استدلوا بهذه الآية على منع مس المصحف كذلك ما جاء في السنن من أن النبي عليه الصلاة و السلام قال لا يمسه القرآن إلا طاهر طاهر و أحد معنيي الطاهر في مقابل المحدث و إن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن المقصود بالطاهر هنا المسلم في مقابل الكافر غير المسلم هكذا يقول العلماء لكن عموما أخي الفاضل جماهير أهل العلم على منع مس المصحف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو أكبر و يشمل هذا الغلاف و الأوراق فضلي خالد السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته خمسة سئلة على عجالة يا شيخة كرم طبعا السواء الأول إذا أنا مسافر مدة سبوع أو خمس أيام لبلد و عندي منزل لكن كانت في فندل ما هو الواجب علي أقصر أو أصلي في وقتها إن شاء الله السواء الثاني بعد الطواف الكعبة صلاة السنة إذا صليت أمام الكعبة هل تبطع صلاتي إذا الناس تمروا من عندي هل يجب علينا خارج الصحم إن شاء الله السواء الثالث سنة الرواتب إذا غلبا ينوم صلاة الظهر و صحية العصر كيف أصلي سنة الرواتب هل أصلي بعد العصر أو أني أصلي الظهر و أترسم الرواتب بعدين أصلي العصر طي السواء الثالث صلاة التراويح إذا أنا صلي القيام و صليت مع الإمام التراويح لكني جبت ركعة بعدها ما كمت عساس أني أكمل في البيت أو أني ما سلمت و جبت معاه ركعة لا صحيح أو تكفي أني قمت في الليل مع الإمام كافة يعني ما في داعي أني أصلي أنا في الثالث الأخير من الليل يعني أنت صليت التراويح ولما سلم الإمام قمت جبت ركعة أنا قطت الوتر يعني نعم عشان أني أصلي في البيت كعاتي يوم الرمضان نعم عشان تصلي القيام نعم فما هو أفضل يعني يعني إمام أفضل شاء الله أو أني أكمل هذه شاء الله شاء الله مرحب مرحب طيب طيب الأخ عبد الله من أندونوسيا بارك الله فيه يقول يعني عندي أخ صديقي يقول عنده مال وقال أنا أريد أن أتاجر في هذا المال أنا دليت يقول على شخص يبيع البخور والعود والطيب يقول ودخلت أنا وإياه نحن الثلاثة في هذه التجارة قدر الله بأن التاجر هذا نصب عليه والأشخاص الذين اشتروا منه نصب عليه يقول الأخ هذا يقول الآن يطالبني بالمال عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لي يعني الدخول في التجارة طبيعي جدا التعرض للربح والخسارة ولذلك التجارة هكذا التجارة إما يربح وإما يخسر إما يربح وإما يخسر وإذا كانت الشركة قائمة على الوضوح والشفافية وعلى أن الجميع اشترط الآن هي مضاربة دخلت أنت وصديقك بمال مع هذا التاجر واتفق معكم على أن التجارة تكون في العوج ثم خسر والخسارة ليست بالضرورة أن تكون كساد السوق ولا شيء قد تكون سرقة قد يكون نصب مثلا احتيال عليه فإذا كان الرجل معروف في السوق ورجل حريص على تجارته حريص على تنميتها ثم قدر الله عز وجل نصب عليه وهو لم يفرط ولم يتساهل ولم يعتدي ما اعتدى على هذا المال كان حافظ عليه لكن قدر الله وأغلب التجار تعاملاتهم مبنية على الثقة يأخذهم على التصريف أو شيء ليس لصاحبك الحق أبدا أنه يطالبك بالمال أنت ما علاقتك بالنسبة للمال هذا فيما ظهر لي من سؤالك أنا أجيبك على ما ظهر لي من سؤالك ولذلك ليس له الحق إذا كان هو اشترط شرطا معينا مثلا ينظر في هذا الشرط فإذا اشترط أنه يدخل من دون خسارة شرط باطل شرط باطل إذا كان عنده دعوة يقول أنا التاجر هذا اعتدى أو فرط مثلا هذا له حق يعني إذا قال والله فرط مثلا في إدارة المال و أعطى مثلا من هب و دب أو من يعرف و من لا يعرف بمكن و لذلك تنتقل إلى كون خصومة الفتوى على أنه لا ما يضمن ما دام أنه ما فرط و لا اعتدى إذا ذكر شيء على أنه لا فيه شيء هذه خصومة لا بد من قضاء فإما أن تلجأون إلى القضاء عندكم أو تحكمون أحد طلبة العلم من عنده خبرة و دراية في مسائل المعاملات و الأموال ترضونه جميعا و يدخل ليحكم بينكم خالد من السعودي يقول إذا كان الشخص مسافر مدة سبوع أو خمسة أيام إلى مدينة و له فيها منزل لكن ما سكن بيته راح الفندق هل يترخص برخص السفر خالد بارك الله فيك الجواب لا يترخص برخص السفر من سافر إلى مدينة له فيها منزل أو بيت نص على هذا أهل العلم نص على هذا أهل العلم سواء سكنه أو سكن في فندق الأمر واحد و لذلك إذا مر ببلدة له فيها بيت سكن فإنه لا يترخص برخص السفر لأنه تعتبر إقامة له خالد يقول بعد الطواف لما أصلي ركعتي الطواف في الصحن يقول يمرون ناس كثر ما هو الأفضل أنني أصليها بعيد ولا أصليها قريب أخوي الفاضل خالد بارك الله فيك لا شك بأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمحل العبادة و لذلك الصلاة خلف المقام أفضل إلا إذا كان هناك قطع لصلاتك تشويش عليك فإن تنجو بصلاتك بعيدا حتى تصلي صلاة بخشوع طمأنينة وأيضا بعيد عن قطع الصلاة و إن كان طبعا كثير من أهل العلم يذكرون من خصائص المسجد الحرام أنه لا يقطع المصلي الصلاة على من يصلي في الصحن صحن الكعب إنه مر من عنده يقول لا يضره ذلك و يكمل صلاة لكن مدام زحام شديد لا تبتعد أفضل بارك الله فيك خالد من يلا فضل أبو عبد الله من العين أبو عبد الله السلام عليكم أبو رحمة الله و بركاته السلام و رحمة الله و بركاته أول عمرك الشيخ في أنت هنا سؤالي السؤال الأول مشان الوضو إذا دخلتك مع فوضة و طلع هل يجب التنشف من الوضو يجي و فراس إن شاء الله هل يفح التنشيف إن شاء الله إن شاء الله السؤال الثاني طول عمرك في الأهدام الأمة اليوم يجي يصلي ما يرفع يديه بس يجي من الأشارة يسوي ما يرفع يديه طوب هل هذا صحيح أو لا إن شاء الله يا أبو عبد الله الله يسلمك طول عمرك عمرك طويل على الطاعة طيبة طيبة يا رب جزاك الله خير خالد من السعودية أنا بستعجل لأني في آخر البرنامج دقائق معدودة فقط خالد يقول خالد يقول خالد يقول يعني في رمضان كنت أصلي التراويح وأصلي القيام في البيت يقول ما هو الأفضل لما يسلم الإمام من الوتر أقوم فأنقض الوتر ولا أنسحب حتى أصلي في بيتي مثلا القيام أخي خالد بارك الله فيك الأمر في هذا واسع فلو انسحبت مثلا وصليت في البيت أنت قمت الليل لكن الأفضل أنك تصلي معه حتى يسلم فإذا سلم وأحببت أنك وأنت عادتك تصلي في الليل لا بأس أنك تأتي بهذه الركعة وهذا قول جمهور أهلي لم تأتي بهذه الركعة وتكون لا تكون قد فارقت الإمام المفارقة التي التي الانصراف الذي ذكره النبي عليه الصلاة و سمع من قام مع الإمام حتى ينصرف فأنت تنصرف معه بارك الله فيك و يكون أفضل بمثل هذه الطريق أبو عبد الله من العين يقول هل يجب على المتوضي أن ينشف أعضاءه أبو عبد الله بارك الله فيك لا يجب عليه و إنما التنشيف مباح التنشيف مباح نشفت أو لا أو لم تنشف الأمر واحد و لو نشفت ما في شيء النبي عليه الصلاة و السلام كان يتنشف بعد الوضوء ما فيها شيء فالأمر على الإباحة و على الجواز ما نقول و الله يجب أو يحرم لا على الإباحة بعض الناس يتنشف و بعض الناس ما يتنشف الأمر واحد أبو عبد الله يقول بعض لأمة يعني لما يصلي ما يرفع يديه و إنما كان يشير فقط إشارة أبو عبد الله بارك الله فيك يمكن هذا الإمام درس مذهب من المذاهب الفقهية و مذهبهم هذا يعني يرى بأن رفع عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات يرفع يديه و إن كان الجمهور على أنه يرفع ثلاث لكن ثبت من حديث ابن عمر أنه يرفع أربع مرات و أنا سبق أني ذكرت تفصيل هذا الرفع في أجوبة كثيرة ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته